تسعين بالمئة من المرات أول بانكيك تفشل زي ما بدأ أول حبة قطايا زي ما رح يصير معنا الآن إن شاء الله ما يصير بس هو على الأغلب ليه؟ عشان إحنا هون إيش اسمه المقلاية عم تاخد الحرارة المظبوطة يعني حبة للتجربة بالضبط فأول إشي رح نستخدم إحنا طحين عادي متعدد الاستعمالات ورح نزيد عليها ثلاثة أرباع مالقة صغيرة ملح أربع معالقة أكبار أربع معالقة صغيرة ملح ثلاثة أكبار سكر أبيض ونصف معالقة أصغيرة بكاربونات السوديوم هذه هي تجعلها تنفش أيها بذلك فإحنا هون عملنا المكونات الجافة بدنا نتأكد أنه كل المكونات نخلطت مع بعض أنت هنا تصهري هنا صحيح؟ أه هاي بس حتى نظرها دائبة أه تمام توقفيها شوية بصير أه بطبع طبعاً هذه هي المكونات الجافة جهزناها وضعناها على الجنب وعلى فكرة تستطيع تعمل المكونات الجافة وتضعها في كيس وإذا ما تريدك تخلط وهذا الخليط الذي موجود عنا بأي بكات نشتريه الخليط الموجود عنا بأي بكات سيكون فيه مثلاً الحليب ولكن نشف نستخدم حليب نستخدم حليب نستخدم حليب نستخدم حليب نشف حسناً حسناً هنا نصف كاسة حليب كامل الدسم ونزيد عليها كاسة لبن تمام حسناً تمام طبعاً ونزيد معلقتين صغار فانيلا معلقة صغيرة خلق أبيض خلق أبيض بس عشان نشيل زنخة البيض حسناً ستحط عليها بيضاً بالضبط نزيد معلقتين كبار زيت تمام وهاي هدول زبدة دايبة معلقتين كبار وآخر إشي بنزيد البيضة كيف كان الويكند معاك؟ والله الحمدلله رب العالمين تمام فهلأ بننخلط المواد السائلة السائلة مع بعض وبعدين نضيفهم على المواد الجافة فهلأ بنزيد المواد السائلة على المواد الجافة وهلأ هون في نقطة كثير مهمة ما بدنا نخلط كثير كثير عشان لما نعمل البانكيكس يكون هاش فزيكي أنه بنطوي المكونات مع بعض إذا خلطنا كثير كثير رح تشد معانا أوكي؟ فمنخلط المكونات هيك شوي شوي وعادي كثير إذا شفنا كتل الطحين بالعجينة لا يوجد أي مشكلة فهلأ يفضل الآن اللبن تفاعل مع بيكاربونات السوديوم طيب هو اللي بتخليها نفش عشان لبن فيها نسبة هاي تطلع أوكي تصار كله فقاعات وهذا المطلوب؟ أه عشان يكون هاش عشان يكون من جوه كثير هاش وفلفي أوكي من نفس الوقت بتحس انه كثير ليت يعني شو نعمل؟ نحط شوية زيت أوكي وبعدين نمسح المقلاية نمسحها مسح أوكي وليم نمسحها عشان ما نقثر على شكل البانكيك طيب زبدة بزبط؟ لا، الزبدة تنحرق قبل ما تبدأ قبل ما تستوي ستكون نحرقة الزبدة معها صراحة حسنا حسنا لدينا نكهة الزبدة لا يوجد داعي أن نستخدم الزبدة هنا أقول لكي تعلم لماذا البانكيك سيكون محروق معك أحيانا سيكون محروق ومن جوه ليستوي حسنا فبنا نستخدم أي نوع زيت نباتي اللي هو بتحمل درجة حرارة لكي أريد وقت وقت حسنا حسنا تسعين بالمئة من المرات كما سيحدث معنا الآن إن شاء الله لا يحدث بس هو على الأغلب لماذا؟ لأننا هنا ما اسمها؟ المئلة تأخذ الحرارة المضبوطة يعني حبّلت تجربة بالضبط فبسم الله ننزلها حسنا هذه اللي أنا بستخدمها تات الأيس كريم بس نستخدم حتى الأكواب المعيارية وإذا نستخدم الأكواب المعيارية الحصة المنيحة يعني تكون تلت كوب تلت كوب حسنا حسنا نعلي عليها قليلا نجدها على نار وسط تكون مقلاية حامية ولكن على نار وسط كاستين وربع طحين عادي طحين عادي متعدد للإستخدامات وأربع معالقة صغيرة باكينج باودر ونصف معلقة صغيرة بيكاربونات السوديوم ثلاث معالقة كبيرة سكر أبيض ثلاثة أربع معلقة صغيرة ملح ومعلقتين كبار زبدة يكونوا دايبين معلقتين كبار زيت نباتي كاسة لبن نصف كاسة حليب بيضة بدرجة حرارة الغرفة ومعلقتين صغار فانيلا ومعلقة صغيرة خل أبيض ولما بنقدمها بنقدر نقدمها مع البانكيك سيروب أو شراب القيقب اللي هو الميبل سيروب وفواكه حسب الرغبة موسيقى المترجم الى القناة